بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم متابعين الأوفياء في مقطع جديد يتعلق بمكون الإملاء الهمز المتطرف الحصة الأولى تقديم صفحة 93 من كتاب المنير في اللغة العربية نبدأ على بركة الله بألاحظ وأكتشف أقرأ النص وأستخرج الكلمات المنتهية بهمزة شريط مدرستنا الوثائقي عندما حل مدير القناة بالمدرسة بدأ التلميذان زكرياء ووفاء يقرآني رسالة الترحيب فرح المدير بمستوى المرحبين أخرج ورقة من جيبه ببطء وقرأها بهدوء جئت لأكافئ مدرستكم وأهنئ البنات والأبناء على نجاح الشريط الوثائقي الذي يحمل رصائل ومبادئ قيمة ويخلو من كل المساوي فلا أحد يجرؤ على منافستكم في إبداع الأشريطة الوثائقية إذن مطلوب مني أستخرج الكلمات المنتهية بهمزة نعم هما وضحنا الكلمات المنتهية بهمزة عندنا أول كلمة زكرياء ووفاء نعم ببطء بهدوء لأكافئة وعندنا الأبناء وعندنا أهنئ والمساوي عفوا ويجرؤوا إذن وكلمة بدأ إذن هذه كلها كلمات بها همزة أو تنتهي بهمزة نعم كقاعدة قبل أن أتمم نعم بالنسبة للهمزة المتطرفة هي أسهل الهمزات كتابة هي أسهل الهمزات كتابة لماذا؟ لأنها فقط تعتمد على حركة الحرف الذي قبلها تعتمد استمع جيدا لأنها تعتمد فقط على حركة الحرف الذي قبلها اختفقنا إذا كانت الهمزة مسبوقة بفتحة كتبت على ألف إذا كانت الهمزة مسبوقة بضمة كتبت على الواو إذا كانت الهمزة مسبوقة بكسرة كتبت على الياء إذا كانت مسبوقة بمد بالألف أو مد بالواوي أو مد بالياء كتبت على السطر وكذلك إذا كانت مسبوقة بسكون كتبت على السطر بمعنى السكون الحي والسكون الميت ألاحظ الكلمات المضغوطة وأتمم الجدول بما يناسي الكلمة المضغوطة هي هذه يعني باللون غامق عندنا بدأ يجرؤ أكافئ وفاء وهدوء نعم هم اعتون بدأ يعني الهمزة على الألف حرفها الأخير وفتحة يعني قبل الحركة اللي قبل الألف أو قبل الهمزة هي الفتحة هنا يجرؤ نعم أشنا الحركة اللي قبل منها ضم نعم هنا أكافئ نعم على ماذا كتبت الهمزة على الياء نعم قبلها كسرة تفقنا كسرة هنا وفاء هنا يعني مد بالألف نعم وهنايا أشغل نكتبو نعم عفوا هذه مد بالألف هنايا أعتذر الخطأ مد بالألف نعم ثم ما غال نكتبو الهمزة على السطر نعم هنا غال نكتبو الهمزة على السطر نعم عنا هدوء أيضا كتبت الهمزة على السطر كما هنا نعم إذن وهنا مسبوقة بمد بالواوي نعم وعنا هنا يا القاعدة دينا الهمزة المتطرفة تكتبو على الألف إذا كان قبلها فتح لاحظة القاعدة اللي قلت القبل مثل بدأ نبأ الياء يعني الهمزة تكتبو على الياء إذا كان قبلها كسر مثل أكافئ وشاطئ تكتبو أيضا على الواو إذا كان قبلها ضم مثل يجرؤ ولؤلؤ يعني لك قبل منها الضمار نكتبوها على الواو وتكتبو على السطر إذا كان ما قبلها سكون أو حركة طويلة ما معنى حركة طويلة بمعنى مد بالألف أو مد بالواوي أو مد باليائي يعني أثلاثة ديال الحركة ضمهم الحركة الطويلة اتفقنا إذن إذا كانت مسبوقة بسكون ليه هو هذا اتفقنا أو هادم ثلاثة كنسميهم هم تهما سكون ميت اتفقنا مثل دفء وهدوء وكيف عنا هنا يا وفاء اتفقنا وغيرها من الكلمات الآن أطبق أطبق أن أبين سبب كتابة الهمزة المتطرفة في كل كلمة مما يتضمنه الجدول عنا لؤلؤ لماذا كتبنا الهمزة على الواو؟ لأن لأن نعم لأن الحرف أو لأن الهمزة الهمزة مسبوقة نعم مسبوقة بماذا؟ بضمة تفقنا تفقنا أو نقدر نكتبه لأن الحرف الذي قبل الهمزة مضموم تفقنا هنا بطيء لاحظت هنا المد بلياء لأن المد بلياء نعم كتبت على السطر لأن لأن ما قبل ما قبل الهمزة مد بلياء مد بلياء نعم هنا ينشأ لأن الهمزة مسبوقة نعم بماذا مسبوقة؟ بفتحة نعم هنا صحراء لأن ما قبلها بمعنى الهمزة ما قبلها مد بالألف مد بالألف تفقنا إذن هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقطع وعننا أصحح ما أنجزته بتعاهوني مع صديقي أو صديقتي تحت إشراف أستاذتي أو أستاذي كل ما يجب أن تتذكر في الهمزة المتطرفة وهي همزة سهلة أنها إذا كانت مسبوقة بفتحة تكتب على الألف كانت مسبوقة بضمة تكتب على الواو كانت مسبوقة نعم بكسرة تكتب على الياء مثل مكافئ وشاطئ أما إذا كانت مسبوقة بسكون ميت حي عفوا مثل دفء أو ضوء فتكتب على السطر وكذلك إذا كانت مسبوقة بالحركات الطويلة أو بالسكون الميت شكرا لكم على المتابعة وألقاكم في الدرس المقبل إن شاء الله الشكل والتطبيقات الكتابية ترجمة نانسي قنقر